ما هي رؤية بريطانيا للحل في اليمن؟ ولماذا تختزل الأزمة اليمنية بالخلاف السعودي الحوثي؟ اليمن هل باتت مجرد كعكة كبيرة يتقاسمها الحوثي والشرعية والانتقال؟ إلى المساء اليمني أهلا بكم في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة الحديث حول التفاهم الحوثي السعودي باعتباره قد ينهي الحرب في اليمن حديث يفتح باب التساؤلات عن تعاطي المجتمع الدولي للانتهاكات في اليمن ولماذا الحديث هنا يدور في فلك المصالح السعودية بالتجاوز على حق اليمنين بالسلام اليمنين الذين أهلكتهم الحرب والجوع معا ماذا عن انتهاكات جميع الأطراف الحوثي والانتقال والإمارات؟ كيف يمكن القفز عليها؟ لماذا تغيب مأساة اليمن وتحضر مصالح الدول؟ هل بات الانتقال والحوثي إلى جانب الشرعية؟ ثلاث جهات تختلف على تقاسم البلاد هل يكون اتفاق الشراكة مع الانتقالي الجنوبي مدخلا لتمكين الحوثي من اتفاق جديد؟ يجري بمجبه تقسيم اليمن وانتهاء دور الشرعية تبدو مآلات الصراع في اليمن آخذة في اتجاه تمكين الانقلابيين على حساب الشرعية فبينما تستمر ترتيبات توقيع ما يمكن تسميته باتفاق السلم والشراكة الثاني مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا باتت ميليشيا الحوثي على مقربة من الخطوة النهائية للحصول على نصيبها بتسوية تعمل عليها أطراف دولية حوار السفير البريطاني ميكل آرون لصحيفة الشرق الأوسط عن الحل في اليمن وتصوره لخارطة السلام الذي اختزله باتفاق حوثي سعودي قافزا على مصالح ثلاثين مليون يمني يؤكد أن حساب المصالح الدولية وتعاطيها مع الحرب في اليمن يمضي باتجاهات لا علاقة لها بالتصورات الحقيقية للحرب اليمن في نظر السفير البريطاني تبدو كعكة كبيرة بوسع الحوثي والشرعية والانتقالي تقاسمها ولما لا فمعطيات اللحظة الراهنة تؤكد أن اتفاق الشراكة مع الانتقالي قد يكون مدخلا جيدا لإدخال الطرف الثالث وهكذا تنتهي الأزمة اليمنية حسب رؤية السفير وربما المجتمع الدولي برمته انتقادات حادة لتصريحات السفير التي يراها كثيرون على أنها مكافأة لميليشيا الحوثي ومحاولة لتمسي جرائم جميع الأطراف مقابل قبولهم بهذه التسوية المخادعة تكشف هذه التصريحات عن وصول الترتيبات الدولية إلى نقطة متقدمة على طريق إنجاز الصفقة في ظل تصاعد القوى الإنقلابية شمالا وجنوبا وتآكل موقف الشرعية بسبب إخفاقاتها وخذلان حلفائها وعملهم المنظم على تقويضها طيلة الأعوام الماضية ميليشيا الحوثي التي عبرت المدن على تلال من الركام وأنهار من الدماء تبحث الآن عن تسوية تحمي مكاسبها وتثبت موقعها كحاكم لليمنيين لعقود قادمة في حين يبدو أن شعار استعادة الدولة بات شيئا من الماضي في أجندات السلطات الشرعية وحلفائها المفترضين إذن مشاهدين تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من المساء اليمني وأرحب بضيفي هنا في السيديو لأستاذ البراء شيبان الباحث السياسي أهلا بك أستاذ البراء أهلا مصار لطالما كنت معنا ضيف عبر سكايف دائما لندن اليوم أنت معنا هنا في السيديو نعم يشرفني ذلك نحن سعيدين جدا بذلك أستاذ البراء تابعنا للتصريحات والمقابلة التي أجريت مع السفير البريطاني مايكل أرون في الشرق الأوسط الصادرة من لندن بداية تعليقك على مجال في هذه المقابلة طبعا نقطة انطلاق التعاون المجتمع الدولي بريطانيا قد تكون أكثر الدول قربا من الملف اليمني بواقع الحال اليمن ليست دولة تحظي باهتمام المجتمع الدولي يعني ليست الدولة التي تحظر دائما في كل النقاشات تحظر كدولة فيها مشكلة إنسانية تسبب صداع على المجتمع الدولي لا يعرف كيف يحل هذه الأزمة ثم تتبادر بعض الأحيان مبادرات من هنا وهناك ولأنه ليس هناك استثمار وجهد حقيقي بذل من أجل القضية اليمنية من قبل المجتمع الدولي ترى هذه المواقف الغريبة أو ترى بعض الأحيان تصريحات يعني أنا ليس بالتحديد حتى السفير البريطاني إذا رأيت مثلا وزير الدفاع الأمريكي السابق كان هذه تصريحات غريبة جدا قبلها كانت مبادرة جون كيري مبادرة غريبة للغاية هذه تعكس حالة التخبط وعدم فهم المجتمع الدولي لكيفية لملمة هذا الصراع هناك حل يعتقد كثير من اليمنيين أنه حل منصف وهو يختضي بعودة الدولة والشراك الحوثيين كجماعة سياسية وليست كجماعة طائفية تمثل بعد مناطقي وطائفي معين داخل اليمن وتكون الشراكة السياسية بين الأطراف ككونهم أطراف سياسية ثم تكون هناك عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تسمح بالانتقال للمستقبل هذه الحلة الشامل ليس هو المنظور الأساسي لدى المجتمع الدولي المجتمع الدولي ينظر اليمن كيف نستطيع أن نلملم هذه الأزمة كيف نستطيع قدر الإمكان أن لا تتداعى أكثر من ذلك كيف نستطيع قدر الإمكان أن نساعد حليفتنا المملكة العربية السعودية في الخروج من المأزق التي دخلت فيه قبل ما يقارب من خمس سنوات من الآن وأعتقد أن جزء كبير من المشكلة أن اليمنين كانوا بعد العام 2011 هم الأكثر حضورا في حل أزمتهم عندما تم ابتعاد اليمنين عن إدارة خلافاتهم وأوكل ملف لدول أخرى أصبحت اليمنين بطبيعة الحال ملف تقاطع مصالح إقليمية إيران الآن تستغل المشهد كان بالنسبة للجماعة الحوثي كان هناك طيب قبل أن نغس كثير في التفاصيل وربما المحاور طبيعة الدور البريطاني في الملف اليمني إلى أي حد هو مؤثر؟ بريطانيا أشوف خلينا نكون واقعيين ومنطقيين الدولة الأكثر تأثيرا الآن في الملف اليمني هي المملكة العربية السعودية ولذلك أنا دائما أنصح اليمنين فأن يجدوا مقاربة تحفظ مصالح البلدين اليمن والسعودية وهذا ما أشاري له السفير طبعا عندما قال أن هناك حر ربما يتوافق مع المصلحة الوطنية السعودية ومع أن يكون في اليمن سلام واستقرار النقطة الثانية يجب أن لا ننسى أن السفير البريطاني يتحدث في جريدة السعودية فهو يحاول قدر الإمكان أن يخاطب الرأي العام السعودي أنه ربما لدينا حل يستطيع أن يحفظ مصالحكم ولكن أنا دائما ذلك أنا دائما أتحدث على اليمنيين أن يجدوا حل الذي يراعي مصلحة الجانبين لذلك أنا سألتك عن طبيعة الدور البريطاني في الملف اليمني هل فقط لأنه صرح للشرق الأوسط اللندنية هو أراد أن يطمئن أو يبعث رسائل أيضا للسعودية فقط أم هم هكذا ينظرون للي يعني هي ببساطة الملف اليمني ينظر له من المجتمع الدولي أنه ملف سعودي الملف السعودي الآن الدولة كمملكة كدولة محورية وإقليمية كبيرة يشعروا أنها تورطت في مأزق لا تستطيع الخروج منها فالدور البريطاني بالنسبة لليمن هو الأكثر حضورا ما بين المجتمع الدولي يعني المجتمع الدولي بشكل عام هو دور ضعيف لكن ما بين هذه الدول الأكثر حضورا والأكثر تأثيرا هي المملكة المتحدة كونها مسكت ملف اليمن منذ العام 2011 فلذلك أصبحت لديها مقاربة أكثر فهما للأحداث مقارنة ببقية الدول ولكنه تأثير مهما يكون لا زال تأثير ليس بالقدر الذي يعتقده الكثير من اليمنيين تقول أستاذ البراء أكثر فهما البريطانيين للملف في اليمن لكن وفق التصريحات الأخيرة يرون البعض أنه ربما هناك قصور معين أو تجاهل أو استغفال يريد البريطانيون في موضوع الحالة اليمنية سنعود النقاش في التفاصيل ونشارك معنا بالنقاش من كندا ينضم إلينا الدكتور عبدالقادر الجنيد النشط الحقوقي والسياسي عبر سكايب أهلا بك دكتور عبدالقادر أحياك الله أهلا الأخسامي أهلا بالأخبراء أهلا بك أهلا بك دكتور عبدالقادر نريد أن نستمع في البداية لتعليقاتك حول تصريحات ومقابلة مايكل أرون السفير بريطاني في اليمن للشرق الأوسط اللندنية ما الذي استوقفك وما هي النقاط المهمة بالنسبة لك في هذه المقابلة أول حاجة استوقفتني أنه زائد الحماس شوية هو واثق من نفسه وبيتكلم باسم السعوديين وباسم الشرعية وباسم الحوثيين وباسم بريطانيا يعني الحلقة هذه عشان تستقيم لازم تكون أربع حلقات تجيب واحد سعودي تسأله إيش رأيه في تصريحات الأخ السفير مايكل أرون وتجيب واحد مننا زينا وتجيب واحد من الحوثي وبعدا تجيه يرد على تصريحاته لأنه تحدث باسمنا كلنا يعني هو تحدد أشياء مصلحة السعودية وأشياء مصلحات اليمنيين وأشياء مصلحة الحوثي وزاوق بينهم كلهم طيب قبل أن تتحدث بالتفاصيل نحن حاولنا في البرنامج الزمالة في الإنتاج حاولوا التواصل مع السفير مايكل أرون لأن يكون مشارك معنا في هذه النقش الحلقة لكنه يبدو أنه لم يكن متحمس كثيرا قال أنه ربما منشغل لذلك نحن سنناقش ما قاله زايد الحمس في التصريح لكن ما أعتقدش أنه بيكون زايد الحمس في مناقشة طيب اتفضل دكتور عبد القادر طبعاً هو لازم المشاهد الكريم يعرف إحنا على إيش بنتكلم سعادة السفير الفريطاني مايكل أرون قال أنه المشكلة اليمنية معها ثلاث أركان واحد الصراع الحوثي السعودي وحطوا رقم واحد والاثنين الصراع ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين يعني قد هم الأطراف معادش الحوثيين طرف عليه أصل سابع في أحد قرارات مجلسة الأم والمشكلة الثانية قد معنا مشكلة ثانية الحكومة اليمنية والمجلسة الانتقالي وهي كلها مشاكل صناعية ومشاكل طارئة فهو بالنسبة للصراع الحوثي السعودي أو الحاجة ما هو صراع حوثي سعودي السعودية لم تكن تفكر أبداً عن تدخل اليمن لو لم تكن إيران في الوصف إيران بتحصل السعودية من العراق ومن سوريا ومن لبنان وجاءت تطبق عليه من الحدود القنوبية يعني هي ما بتحاربش الحوثي الحوثي الوحده ما يقدرش يرسل صواريخ ما يقدر يرسل طيارات مسيرة إلى داخل السعودية حرب السعودية في اليمن صح إنها تحارب في اليمن صح إنها بتحارب ضد الحوثي صح إنها بتحارب ضد مع الشرعية في صف الشرعية لكن كل دوافعها في هذا وهي داخل في صراع وجودي مع إيران إيران معها هدف معها مشروع وبتقوله يعني خامن إيه في خطاب له قبل أسبوعين مع الحرس الثوري الإيراني قال لهم استمروا فيما أنتم عليه طوروا ودخلوا في شؤون البلاد الخارجية البلاد الخارجية لإيران في المنطقة بعد باقي لدول الخليج أما المناطق الأخرى المحيطة بالخريج قد تم الإطباق عليها يعني مع إطباقي للسعودية يعني هو قايا اليمن لقل السعودية اللي يتم تدأه في العراق وفي سوريا في السعودية إذن أول حاجة يعني ما تركبش في كلام الأخ سعادة السفير البريطاني إنه للصراح هو حوثي سعودي هذا سعودي إيراني كونها دخلت مع الشرعية كونها واقفة ضد الحوثي هذا تحصيل حاصر هذا أول شيء في الدخول في إيش قالوا السعودي إيش قالوا السفير البريطاني بعد ذلك قال شيء ثاني عاجب جدا قال إنه سهل جدا بعد ذلك الحكومة اليمنية والحوثي أيها الحوثي ممكن ما يقول شنو هذا عادنا تكلف على كلام الحوث السفير نفسه الحوثي قال لازم يقبل أنه يتنازل عن العاصمة ولازم يتنازل عن السيطرة وهو اللقماعة دينية صغيرة على السيطرة على بقية اليمنيين يعني الحوثي خلاص فيسمع توقيهات الإسعادة السفير وبعدين دخل لنا في المجلس الانتقالي وقال اللي بيعمله السعودية والإمارات هو راضي طبعا وأنه يدعم ويدعم تحركات والخطوات التي يقوم بها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان طب أنت لنشرت إلى عنوين عريضة دكتور عبد القادر سنتناقش في تفاصيلها عود لضيفنا في الاستوديو لأستاذ البراء شيبان أستاذ البراء بالنسبة لك أنت أهم النقاط التي تريد أن تعلق عليها واستوقفتك ويصف تصريحات بالحماسية والعجيبة دكتور عبد القادر طبعا أنا أتفق معه في كثير ما أطرح هو مشكلة السفير البريطاني مع أنه مع احترام الكبير لشخصه ولا الجهد الذي يبذل في الملف اليمني لكن هو دائما يطلق تصريحات حماسية منذ اتفاق ستوك هول ونحن رأينا نتائج اتفاق ستوك هول حتى اليوم إلى المسرحية التي حصلت من مسألة عدة الانتشار أطلقوا كذلك تصريحات حماسية وعلنوا أنهم حققوا انتصار وإنجاز كبير والإشكالي أنه دائما هذه الإنجازات لا يراها اليمنيين يعني يعني المرة الأولى كان كان جديد يعني في وهم كثير من العضاء البارزين في المجتمع الدولي أقنعوا نفسهم فيه أن الحوثيين ليسوا إيران وإيران ليس الحوثيين وكل هؤلاء يدوروا في نفس الفلك جماعة الحوثي هي من هنا تبدأ المشكلة هي كيف إذا لم ليس لديك تعريف دقيق للمشكلة اليمنية ستتوفي هذه التفاصيل التفاصيل اليمنية أي قضية التفاصيل دائما تكون متشاعبة ولها كثير الفكرة الأساسية كيف تنطلق من الانطلاق السليم جماعة الحوثي باختصار كانت تريد منذ البداية كان لديها مشروع أنها ستسيطر على كل اليمن هذا المشروع فشل فالآن تحاول على الأقل الآن هي أجلت هذا المشروع لصالح مشروع الآن مؤقت لماذا لا يكون لديها مشروع أو دولة طائفية في شمال اليمن حتى ولو في جزء بسيط من اليمن تستطيع بعد ومن خلالها أن تنطلق إلى بقية المناطق اليمنية وبالنسبة لإيران إذا حقق الحوثي هذا الهدف بالنسبة لأنه يسيطر على بقية اليمنين بسبب اعتقاده بحقه المقدس في الحكم وغيرها هي تحقق هدفها بأن لديها جماعة في جنوب المملكة العربية السعودية وهذا هو الهدف الحقيقي من تدخل إيران في هذا الملف تحديدا الوهم الذي يعتقد الحوثي عندما نقوله سيحصل طلاق مع إيران ليش يعني هل هو مستفيد أم لا غير مستفيد من هذه العلاقة هل كانت الجماعة جماعة صغيرة لا تستطيع أنها تحصل في انتخابات حقيقية على بالكثير لن تحصل حتى على عشرة في المئة الآن تفاوض كند مثلها مثل الحكومة اليمنية هذا بالنسبة له مكسب كبير جدا المشروع الدولة الوطنية الذي تم انتهاكه في 2014 هو الذي هو مهدد الآن ولا يزال يتعرض للتهديد في كل ما يلوح في الأفق اتفاق واتفاق القادم الذي حصل الآن المباحثة في الرياض وبإذن الله قد يتم التوقيع قريبا المشكلة الأساسية التي يجب أن يعالجها هو عدم وجود سلطات موازية كل السلطات هذه التي انشأت سواء في صنعة سواء في عدن سواء في غيرها من المناطق سلطات توازي سلطات الدولة هذه حالة مؤقتة حتى وإن في مرحلة معينة أبرز حاولت أن تظهر حسن نيتها لكنها سرعان ما ستحاول أن تنقض على كيان الدولة اليمنية ومن هنا تنطلق مشكلة اليمنين مع جماعة الحوثي طبعا نحن لازمنا محظوظين أنه يرى السفير أن الحوثيين عليهم أن يتخلوا عن العاصمة كأنها عاصمة كل اليمنين في غيره أصبحوا متجاوزين يقول لك على السعودي أن تتعامل مع الواقع دكتور عبدالقادر أنت كتبت تعليق ونشر صفحتك على فيسبوك حول هذه المقابلة وركز ربما في نقطة أن الحوثي قلت هو يريد فقط أن يستخدم السعودية والمجتمع الدولي ليخفف الضغط عليه وأنه من المحال أن يقطع علاقته بإيران ما مبررتك دكتور عبدالقادر في هذا الطرح السفير يقول الموضوع ببساطة إذا كان موضوع دعم وتعاون سيلقاه من السعودية وبالتالي سيكون أقرب إلى المملكة من إيران الحوثي على يقين أو بيعتقد أنه قد حقق الانتصار العسكري وأن المعركة من ناحية العسكرية قد انتهت لصالحه أي شخص ينتصر في معركة أول حاجة يفكر فيها أن يجني ثمار هذا الانتصار هناك مسائل غير قابلة أو لا تسمح بتحقيق أو بحصوله على ثمر هذا الانتصار في رأيي أنه الحوثي يريد أشياء آنية عاقلة سريعة كثمر لهذا الانتصار هذه الأشياء السريعة واحد فتح مطار صنعاء اثنين حصول على مساعدات من الأمم المتحدة ويمكن حتى حصول من مساعدات على الدولة التي يحاربها يعني هذه من أغرب الحاجات أنه دولة بتحارب دولة وبتساعد الدولة اللي بتحاربها على المدى البعيد الحوثي يريد ترتيبات سياسية تضمن وجوده كمسيطرة على اليمن لمئة عام قادم على الأقل وطبعاً من مجهة نظره على المدى التاريخ ولسان حاله بيقول اللي مش عاقبه هذا الكلام يحاول يغيره يعني إيش اللي مع السفيرة البريطانية يقدموه له لقليتخلى عن جنيه لثمار انتصار لا شيء نتكلم بواحد زائد واحد يساوي اثنين مسألة سؤالك أنه يتخلى عن إيران إيران كل حلفاء إيران قربوا صداقة إيران وواضح جداً أنه إيران لا تتخلى عن حلفائها وواضح جداً أن حلفائها أبداً لا يتخلى عن إيران يعني العلاقة بينهم أكبر بكثير من أي علاقة بابنا صحاب التحالف وأي دول اللي قاموا اللي صادقوه يعني لا يمكن يفرط علاقته مع إيران اللي صالح علاقة مع السعودية هو مقرب هو يصور أن الأساس في هذه العلاقة البحث عن دعم وتعاون لكن ماذا في كواليس وطبيعة هذه العلاقة دكتور عبد القادر؟ الدعم مع إيران وصله إلى أنه يكون حاكم صنعة وحاكم اليمن هو صح حاكم على مساحة قليلة من اليمن لكن هو يحكم معظم الشعب اليمني معظم المساحات التي ليست تحت يده هي أراضي معظمها خالية 4, 5, 6, 7, 8 مليون أنا أعتقد تعداد سكان يمن مش أقل من 40 مليون مش 30 مليون زي ما يقولون كان 25 مليون في آخر تعداد سكاني ونحن نتزايد بمعدل 900 ألف في السنة لو بحسبة بسيطة نطلع حوالي 40 مليون هو تحت يده 30 مليون تقريبا المصالع داخلها المغانئ داخلها تهامة داخلها هو عائش يا سلام سلم ليس في الإمكان أبدع مما يكان لماذا سيسمع كلام السفير البريطاني أو أي شيء آخر؟ طيب دكتور عبد القادر توقع معنا حاجة ثانية طيب توقع معنا دكتور عبد القادر نقول النقطة هذه للأستاذ البراء عندما يتحدث السفير عن طلاق بين الإيراني والحوثيين من ناحية سياسية والتاريخية إمكانية انتقال حوثي من حضن إيراني إلى السعودية هل ذلك ممكن؟ لا أنا أعتبرها وهم كبير يعيشه ليس فقط السفير يعيشه الكثير من الدبلوماسيين العضا في المجتمع الدولي وهي النقطة أساسية أولا هم لا يرون الحوثيين مثلهم مثل جماعة حزب الله اليمنيون يشعروا ذلك الدولة العربية تشعر ذلك التي هي متضررة منهم بشكل مباشر يشعر بخطر جماعة الحوثي المجتمع الدولي لا يشعر بذلك الخطر الخطر الوحيد الذي كان يمثله جماعة الحوثي كان مضيق باب المندب أنه إذا سيطرت جماعة الحوثي على مضيق باب المندب قد يسبب بعض الصداع المجتمع الدولي لكن بالنسبة لهم كلفة تأمين المضيق هي تحتاج فقط إلى باخرة باخرتين من حلف النيتو وتحل كل هذه المشكلة هل يستحق الأمر أنها تدخل في حرب طويلة مع جماعة الحوثي وبالتالي مع المحور الإيراني في المنطقة من أجل هذه القضية هم لا يروا هذه المعادلة ما زالت هكذا هي النظرة حتى بعد تطور الطائرات المسيرة وقصف المنشآت الحيوية داخل المملكة والتأثير ذلك على النفط وأسواق النفط في العالم شوف المسألة يجب أن نفهم المشهد كما يشاهد المجتمع الدولي المجتمع الدولي لا يتأثر بشكل مباشر من جماعة الحوثي بنفس القدر الذي تتأثر فيه السعودية ويتأثر منه اليمنيين النقطة الثانية والتي هي مهمة جدا إدارة الرئيس ترامب ترى أن من أولوياتها رد على الخطر الإيراني في المنطقة إدارة الرئيس ترامب هي إدارة جدلية لديها الكثير من العداء فكثير من المواقف التي تبنى على ما يتعلق بالشأن اليمني هي ردة فعل على الإدارة الأمريكية أكثر من كونها سياسة مبنية على طبيعة الحل اليمني وماذا يحتاجه اليمنيين يعني عندما نرى الأوروبيين متحمسين أنهم يلتقوا مع جماعة الحوثي هم يحاولوا أن يكون لديهم سياسة مخالفة للإدارة الأمريكية الحالية عندما نرى مثلانا المعارضة البريطانية تتعامل بشكل غريب مع كثير من المسؤولين الحوثيين وتحاول أن تتقارب معهم هم يحاولون أن يكون لديهم سياسة معارضة لسياسة الحكومة البريطانية التي هي أقرب للسعودية وبالنسبة أصلا لبريطانيا أو لولاية المتحدة مشكلتهم في الملف أن حليفتهم يشعروا أنها تورطت لا يشعروا أنه كان حرب بالضرورة يشعر أنها حرب استعجلت فيه تورطت الآن في الأزمة خلونا نحاول نبحث عن حل لخروجكم من هذه المعارضة عن رؤيته بايكل أرول للتقارب أن الحوثيين ممكن يكونوا أقرب للسعودية هو يقول أنه يعتقد أن علاقة الحوثيين بالسعودية كانت جيدة عبر التاريخ ما الذي يقصد بهذه النقطة عن أي زمن يتحدث عن أي تاريخ شوف الحوثيين صحيح أنه امتداد للإمامة في اليمن هو يقصد ذلك أعتقد ذلك نعم وهو على فكرة هو مطلع بشكل جيد على كثير من الملفات وقلت لك بالشكل عام لأن ظهور الحوثيين مؤخرا صحيح ولكن كمسمى هو لديه امتداد تاريخي وصحيح أن الإمامة كانت لديها علاقات مع المملكة العربية السعودية لكن الحوثيين اليوم صحيح أنهم امتداد الإمامة ولكنهم الحوثيين هم أداة سياسية إيرانية هي إمامة مبطنة مغلفة بمشروع السياسي الإيراني وهنا دائما في السياسة ليس هناك مسألة أنه كان لديهم علاقات الإمامة مع السعودية في التاريخ السياسة مبنية على المصالح الآن المشروع الإيراني في المنطقة يقوم على تقويض دور المملكة العربية السعودية سواء حاولوا يتقاربوا حاولوا يبحثوا عن المخارج أنت سيد البراء فقط رأيت أنه علاقة الحوثيين جيدة بالسعودية فقط أيام الإمامة والآن لكن هناك من رأى أنه أيضا يقصد السفير ربما وأنه مطلع على معلومة التفاصيل عما حدث في العام 2013 ومثل ذلك في 2014 من دعم سعودي ربما لإسقاط الربيع العالم سوف نحاول أن نطرح فيهم السعودية منذ نشأة جماعة الحوثي لم تكن في حالة صداقة كانت هناك بعض الأحيان محاولة تقارب كان هناك لقاءات جماعة مع بعض المسؤولين الحوثيين قيادة حوثية مع قيادة في المملكة ولكن كانت ترى دائما أنه تهديد لها وانتهى المطاف بحرب الحرب السادسة التي تدخلت فيه بشكل مباشر الكل كان يدرك منذ البداية وعلى فكرة حتى من قبل العام 2004 قيادة المؤتمر الشعبي العام اللي كانوا يتكلموا علي عبدالله صالح كانوا يقولوا المشروع الذي موجود في صعدة هو مشروع حزب الله عليك أنك تكون حذر يجب أن تكون منتبه وكان علي عبدالله صالح لا يعتقد أنهم بذلك الخطر كان يدرك أن هناك محاولة للإيرانيين بمد نفوذ ولكن ليس بذلك الخطر حتى وقعت الحديث عن تقارب سعودي من الحوثين ليس في 2004 والحرب السادسة فيما بعد 2013 و2014 ومثل ذلك وإن الخلاف عندما كان في 2014 2013 و2014 السياسة السعودية في اليمن أنا أعتقد أنها أخطأت خطأ جوهري باعتبار أنه حاولت بشكل عام دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية والإمارات لم تستطع أن تتصالح مع نتائج الربيع العربي وخصوصا في اليمن مع أنه كان في اليمن تحديدا من مصلحتهم ومصلحة مجلس التعاون الخليجي البعيدة والاستراتيجية أن تكون لديهم استثمار مع هذا التغيير الذي حاصل كون أنهم من قادوا عملية المبادرة الخليجية فمعنات أن اليمن كانت قريبة جدا من المحور الخليجي في نتيجة إسقاط الدولة في 2014 أدى إلى أنه فقدت السعودية تأثيرها بشكل كبير داخل اليمن صحيح أنها لازالت المؤثرة الأول ولكن مقارنة بالسنوات التي قبل فقدت الكثير وأوجدنا الآن جماعة على جنوب الملكة العربية السعودية هذه جماعة منفلتة في أي لحظة ممكن أنها تسبب خطر نستمع لرأيي الدكتور عبد القادر دكتور عبد القادر أريد أن نستمع لوجهة نظرك في هذه النقطة عندما يقول أرون بأن علاقة الحذين بالسعودية كانت جيدة عبر التاريخ أعتقد يقصد الحروب الملكية الجمهورية من 62 إلى 67 هذه أكيد كانت السعودية واقفة مع الجانب الملكي أنت تعرف أن عبد الملك بدل الدين الحوثي كان في السعودية في الفترة هذه وكان هو الفقيه حق عيال أسرة حميد الدين كان هو المدرس حقها الذي يدرسهم أصول الزيدية تقصد بدر الدين بدر الدين بدر الدين الحوثي كان مدرس عيال بيت حميد الدين في الفترة من 1963 إلى 1967 هذه معلومة المعلومة الثانية من بعد 67 وحتى اتفاقية الحدود السعودية اليمنية التي عقدها الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت صعدة أقرب إلى السعودية كلها بحوثيها وبقبائلها من بقية اليمن كانوا يعرفوا الريال العربي كانوا المرضى يقولها عندي يتكلموا بالريال العربي ويتكلموا كيف يودوا الكباش ويودوا القات ويودوا العسل عادي كانوا أقرب إلى السعودية أهل صعدة مننا وكانوا يأخذوا منهم كل شيء يعملوا لهم أبرر توازيات يجبوا لهم شاصات يعملوا لهم طرقات يعني كعلاقة مباشرة يعني هو يقصد بهذه من العلاقات الوثيقة ما بين السعودية بس هذه خصوصيات يعني ملهاش علاقة بأنه ممكن يعمل عليها لكن بعد كذا في حصل شيء عقيد انتهت أسرة بيت حمد الدين وانتهت الإمامة والحوثيين هم شيئين أو ثلاثة أشياء واحد يريدون عودة كل ما تمثله الإمامة اثنين مستحيل أن يتم هذا بدون علاقة وطيدة مع إيران ولا يمكن أن يتخلوا عن العائل هم وصلوا يعتبروا أنه وصلوا وأنه بهذا بتمكين من أرحم الراحمين يعني في قوى إلهية هي اللي مكنتهم يعني لما بيقلسوا يحكوا إيش اللي حصل لهم خلال الفترة الماضية بيعتقدوا أن هذا ما كان يعني كان فوق الحلم وفوق الخيال وهم بيعتقدوا أنهم أصحاب حق طبيعي من أيام الغدير أنهم يكونوا حكام هذه البلاد وأنهم وصلوا لها طيب دكتور عبد القادر إذا ذهبنا في فرضية يحدث طيب إذا ذهبنا في فرضية أن يحدث اتفاق سعودي حوتي برأيك المشهد اليمني في هذه الحالة إلى أين سيتجه؟ معانا مشكلتين مشكلة أنا أشك أن السعودية ممكن توقع في الفخ هذا هذا و هذا اقتراح بريطاني أو اقتراح الثانين يعني إيران بتقول أنا ما بألفش ولا بتبلع عليهم بتقول عايز الأماكن المقدسة تكون أماكن دولية اثنين أي واحد قوي وقار وضعيف وغني يريد أن يأخذ ثروته هذه حقات من طبائع الحياة ومن حقائق الدنيا إذا السعودية راضية أن السعوديين أن الحوثيين يقوئوا ويحكموا اليمن وتكونوا على علاقة معها هذا شأنها يعني بأي شيء أنا في الحين جاء بي انصاح السعودية أي شيء مصلحتها هي تدريب مصلحتها لكن كيمني أنا سأقول أن احنا أخذنا مقلب بقول أن احنا أخذنا مقلب بكل أسف سننهزم أمام الحوثي إذا تخلت عنا السعودية وبكل أسف سنكون تحت فوق لغم يعني سنشعر بالذل والمهنة أن يحكمنا الحوثي وسنستمر على هذه الحالة حتى نغلي ونفور من قديد ونقوم بانفقار هائل ونعيد نفس الفوضى لا يمكن أن تحكم مناطق اليمن بالطريق بواحد زي الحوثي أو بواحد زي الإمامة يعني هي مسألة وقت قمة تنفقر اليمن هذا اللي بيحصل لو صاحبة السعودية والحوثي وماليش دعوة إيش بيقع بالسعودية أنا أتكلم لك على اللي بيقع في اليمن طيب سأعود لك دكتور عبد القادر أستاذ البراء عندما يتحدث عن إمكانية أن تكون هناك علاقات جيدة مع الحوثي هو والسعودية هذه نقطة كان هو في الحديث ركز على الأولوية الثلاثة كما قال دكتور عبد القادر وفهم هو واضح على الصراع السعودي الحوثي بعدين عن الخلاف بين الحكومة اليمنية والحوثيين والحكومة والانتقالي اليوم لماذا يتم اختزال مشكلة الحوثي فقط مع السعودية يعني ديها لك للأسف بساطة لأنه هذا ما يهم المجتمع الدولي مشكلة المجتمع الدولي في القضية اليمنية هي أن السعودية هي التي تورطت فيه ليست المشكلة لأنه في انقلاب بشكل غير قانوني بأن هناك إمامة بأن هناك أشكال دولة طائفية هذه تفاصيل والأسف كثير من المجتمع الدولي بمجمله لا يفهم هذه التعقيدات القضية اليمنية يعني هم اليوم مركزين فقط المشكلة بالحدود السعودية والهجوم على المنشاة السعودية يعني المشكلة الأساسية بالنسبة لهم في الملف اليمني أن حليف أساسي لهم يشعروا أنه متورط والحليف الأساسي يخوض في حرب لا يعرف تماماً إلى أين ستكون مآلات هذه الحرب ما نحن مركزين مع المقابلة هو لم يشر للمرجعية المعترف بها للقرارات الدولية ذات الصلاة بالشأن بالأزمة والملف اليمني هل تجاول عن عمد؟ أو تم التخلي وتجاوزها؟ لا أعرف إذا كان هذا التجاول عن عمد أو غير عن عمد ولكن أنا أستطيع أن أستشف كيف هو يرى إلى القضية اليمنية وكيف هو إلى حد ما يعكس وجهة نظر مجتمع الدولي في تعاملهم مع الملف اليمني التفاصيل هذه أننا نريد دولة مواطنة أننا لا نريد دولة طائفية لا نريد هذا النظام الإمامي داخل اليمن هذه قضايا تمس المواطن اليمني اليمنيين هم المعنيين بها بالدرجة الأولى كلما استطاع اليمن أنه يأخذ زمام المبادرة ولذلك أنا أعتقد أن هناك أهمية جوهرية للاتفاق الرياض لأنه يعيد الاعتبار للحكومة اليمنية أن تمارس معامها من داخل اليمن وتنهي حالة الملشنة والفوضى التي تمت في المرحلة السابقة كلما استطاعوا اليمني أن يأخذوا زمام المبادرة كلما استطاعوا أن يسلطوا الضوء على قضيتهم هم كيمنيين بعيدا عن هذا الاستقطاب وبعدها إذا طرت السعودية أنها تنسحب أو تتأخر إلى الوراء قليلا ثم تدعم الحكومة اليمنية في الخلف مثل ما كان المفترض أن يكون فقد يكون هذا أحد الحلول إشكالية المجتمع الدولي إذا السعودية قررت أن تتأخذ هذا الموقف بالنسبة لمجتمع الدولي هذا بيكون حل مثالي لكن اليمنين عليهم أن يديروا هذه العلاقة أولا علاقتهم مع التحالف كيف يستطيعوا إعادة صياغتها النقطة الثانية عودت عمل الحكومة اليمنية من الداخل حتى تمارس مهام الشرعية وليس فقط أن يعني خلينا نعتبر تدعي أنا لديها الشرعية لأن الشرعية في نهاية المطاف لمن يماير الساعة ليس فقط لمن يدعي بها طيب دكتور عبد القادر المرجعيات والقرارات الدولية الخاصة بيليمن هل تم تجاوزها الآن؟ أكيد تم إلغاها مش تجاوزها ألغيها يعني المفروض أنهم ما يتكلموش مع الحوثي إلا كطرف انقلابي الآن بيتكلم بموقع المرجعيات يعني هو عليه قرار بمجلس الأمن مفصلة رأسه وتحت الفصل السابع فهو لما يجي يتكلم معاه ويتغدى معاهم ويتعشى معاهم ويتعامل معاهم كطرف من أطراف الصلاة يعني ألغى ألغى قرارات مجلس الأمن ولما يقول يجب أن نرضي الحوثي ونشوف حل وسلام شامل معناه أنه ألغى الأشياء الثاني اللي هو مخرجات الحوار الوطني لأن مخرجات الحوار الوطني هو ما يقبل بهاش وما يقبلش بالمبادرة الخليجية إذن الإقابة انتهت المرجعيات بمقابلة السفير لكن بمقابل اليمنيين لا يخارجهم ولا يمكن أن يقبلوا بإنهاء المرجعيات بدون المرجعيات لن يحدث أي شيء يناسب اليمنيين طيب أستاذ البراء بالنسبة للحكومة الشرعية أين هي اليوم مما يحدث؟ هل ربما يكون نسمع تصريح أو موقف من الخارجي على تصريحة السفير البريطاني؟ لا يحد تعتقد أنه مستفز لهم؟ وأنتم تقولوا الآن ضيوف في هذه الحلقة أنه تصريحات غريبة وعجيبة ومستفزة هل هي كذلك ستبدو للحكومة؟ شوف بالنسبة للحكومة اليمنية وخلينا نعلق على المرجعيات الثلاث وأهميتها بالنسبة للحكومة اليمنية وارتباطها بتصريحة السفير الحكومة اليمنية إذا أرادت وأرادوا اليمنيين أنهم يبقوا على المرجعيات الثلاث كأساس الحل الحل الوحيد هو عودة الحكومة اليمنية لتمارس مهامها كحكومة ما يحفظ المرجعيات الثلاث هي عودة الحكومة لمارسة مهامها من الداخل ما يحفظ سلطات الدولة من عدم التضعضع والتآكل هو عودتها لأن تمارس مهامها الأمنية والقضائية داخل اليمن كل ما بقيت الحكومة اليمنية في وضع نعتبره غريب لا نسمع تصريحات المسؤولين اليمنيين لا نعرف ما هي المفروض نحن في وضع أنه لا يمر يومين ثلاثة أيام إلا هناك مؤتمر صحفي في مستجدات نحن في حالة حرب كلما بقي هذا المشهد كلما تآكلت قيمة المرجعيات الثلاث المرجعيات الثلاث في الأخيرة مجتمع الدولي يقول أنا معترف فيك أنت الحكومة اليمنية الشرعية ونحن نعتبر أنتم من تمثلوا اليمنين لكن الأزمة إذا طالت سيحاول أن يبحث لك عن حلول ترقيعية وبالنسبتهم على فكرة حتى إلى فترة قريبة كانوا يتحدثوا بشكل واضح أنه ويشفيها النموذج اللبناني فينا المشكلة إذا صح أنه ليس نموذج مثالي لا يحقق المواطنة ولكنه أنهى الحرب وأبقى حالة من السلام ليس هناك نسة تقاتل في الشارع فالحكومة اليمنية الأهمية القصوى الآن الأولوية من نسبة للحكومة اليمنية عليها أن تعود لممارسة مهامها من الداخل اليمني طيب سأعود لك لنتناقش في هذه النقطة هل اتفاق جدة واتفاق الرياض قد يكون مدخل لعودة هذه الدولة أنا سأعود لك وأطرح السؤال فقط عن الحكومة للدكتور عبد القادر دكتور عبد القادر إذا كانت هذه التصريحات كما ترى أن فيها تجاوز للشرعية والقرارات الدولية والمرجعيات هل تعتقد أن وزارة الخارجية والحكومة اليمنية يمكن أن ترد على هذه التصريحات أو يكون لهم موقف أنا أرحمهم بيني وبينك عليهم ضغوط من من السعودية عليهم ضغوط من الإمارات عليهم ضغوط من المجتمع الدولي وكأنهم يمشون فوق شوق لا أعرف السؤال الذي يتوقع لهم لكن قد نقوم بالنيابة عنهم ونقول لهم أننا لما لا تستطيع أن تفعلوا شيء نحن نقول ونعرف أن هذا رأيهم الكلام الذي قلناه الآن نحن نعلم أنه رأيهم وفي كثير من 2011 لما أهلنا ما يقدروش يقولوا نحن بنقول لهم الذي هم يريدون أن يقولونه ونقوله بالنيابة عنه وما يبقوا كل مرة يطلع كلامنا هو الصحة كل مرة طيب الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه الثلاثاء هل يمكن أن يكون مدخل لتمكين الحوثي ومن خلال هذا الاتفاق يتم تقسيم اليمن وانتهاء وإنهاء دور الشرعية مع اتفاق حقا اتفاق الرياض جدا الذي سيوقع بين الحكومة والمجلسة الانتقالي والمجلسة الانتقالي طبعا نحن قرينا مسودات وبعدين قالوا أن هذا الكلام مش هل في المسودات وبعدين طلع أغريدة من سعادة السفير السعودي تظهر كل شيء عندنا لازم نشوف سعادة السفراء يقولوا عن اليمن السفير السعودي قال اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلسة الانتقالي القنوبي إذا كان المسودة وبين الحكومة اليمنية والمجلسة الانتقالي القنوبي وأطراف قنوبية أخرى فنحن لا نعرف ما هو هل الكلام في المسودة أصح أم في تغريدة السكين وبعدين الحاجة الثالثة قالوا أن التوقع سيكون يوم الثلاثة على سعادة السعودي قال لكن بعد كده ولا حد يتكلم خالص إذن ننتظر يوم الثلاثة بحسب التصريحات سواء السفير السعودي أو وزير الإعلام المنية أشكرك جزيلا دكتور عبدالقادر الجنيد ناشط الحقوقي والسياسي كنت معنا عبر سكايب من كندا شكرا جزيلا لك أختم مع ضيفي الأستاذ البراب في الستيديو كنت تتحدث عن أهمية تفعيل مؤسسات الدولة تكمل فكرة حول هذه النقطة وأيضا هل هذا الاتفاق الذي يتم التحضر له قد يكون مدخل ربما لتمكي الحوثي أكثر هو يعني بالنسبة لي الاتفاق هذا القادم هو اتفاق مهم لأنه الوضع الذي كان في الجنوب الوضع السابق وضع غير طبيعي كان يجب أن يحسم هذا الملف وخصوصا قضية وجود السلطات الموازية التي حدثت عنك فوجود الآن كون أننا نتحدث بشكل واضح أن هناك اتفاق الاتفاق يشمل الكثير من التفاصيل الإدارية والأمنية والخدمية داخل اليمن ويقضي بالضرورة عودة مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية للعمل من الداخل أنا بالنسبة لي أرحب بهذا الاتفاق كيفية إدارة إدارة نتائج هذا الاتفاق هو ما يقلق الكثير من اليمنيين لأنه في كل اتفاق هناك أكيد في ثغرات هناك مشاكل هناك الكثير من العثرات طريقة إدارة إدارة نتائج الاتفاق هي ما تفرق من بين اتفاق طيب من المركزين كثيرا على الدور البريطاني في الملف اليمني بالنسبة لك كيف يبدو الموقف البريطاني من انقلاب المجلس الانتقالي الموقف هو الآن إلى الآن يعتبر موقف جيد هو ضد عملية الانقلاب وكان موقفهم واضح ولكن مرة أخرى هذا الموقف كان موقفهم أيضا من جماعة الحوثي ولا يزال هذا هو تصريحهم الرسمي طول أمد الأزمة يغير مزاج المجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية غياب الحكومة اليمنية من أداء مهامها من الداخل يغير أيضا كذلك الكثير من المعطيات الدولة البريطانية وحاولا أختم في هذه الفكرة يجب أن يتحول طريقة التعاطي مع الحكومة البريطانية بدل أن تكون العلاقة ما بيننا وبينهم أنهم يرسلوا لنا مساعدات يجب أن تكون هناك علاقات اقتصادية تفعيل مؤسسات المؤسسات النقدية والمالية للدولة فتح يعني شراكات على أطر أوسع سواء أمنية اقتصادية سياسية تستطيع أن تسمح للحكومة اليمنية أن تتجاوز فكرة الثنائية أننا دولة فقيرة نحتاج مساعدات ونخرج من مشكلة أننا حكومة ظلت تشكي وتشكي وتشكي وتستجدل الحلوب من الآخرين إذا لم يبادر اليمنيين إلى حل مشكلتهم كيمنيين إلى حل الأزمة اليمنية كيمنيين أعتقد أننا سننتظر طويلة أشكرك جزيلاً ضيفي للسيديو البراشيبان كنا سعيداً جداً بتواجدك مع النوم في السيديو وأنا كذلك شكراً جزيلاً لك الشكر موصول أيضاً لدكتور عبدالقادر الجنيد الضيفينا ناشط الحقوق السياسي من كندا انتهت هذه الحلقة من المسألة يمني في الغد حلقة جديدة كنا سعيداً